بسم الله وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله أما بعد عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله وجئنا إلى فقرة الفقه أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا اللهم أمين انتهيت في اللقاء الماضي من الحديث عن مفسدات الصلاة ومبطلات الصلاة النهاردة هتكلم مع حضرتكم عن مكروهات الصلاة إيه هو المكروه؟ المكروه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله المكروه لو أنت تركته تثاب على تركه ولو فعلته لا تعاقب عليه طيب إيه هي الأشياء اللي مكروه أن يفعلها الإنسان في الصلاة أول حاجة يكره للمصلي أن يترك سنة من سنن الصلاة وإحنا قلنا سنن الصلاة قبل كده يحرم أو يكره للمصلي أن يترك سنة من سنن الصلاة طيب لو تركها صلاته صحيحة ولا شيء عليه كما يكره له العبث بثوبه أو بدنه تلاقي واحد واقف يصلي وبيلعب في دأنه أو واحد بيزرر كم الأميص أو الجلبية بتاعته أو واحد بيسترح وهو بيصلي يكره العبث بالبدن أو الثوب في الصلاة أنت بتصلي أنت واقف بين يدي الله جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون لما تؤف في الصلاة يبقى تتأدب بأدب المصلي الواقف بينادي الله أنت بتكلم ربنا وربنا بيكلمك لا تعبث لا بثوبك ولا ببدنك ولا بأي شيء خليك خاشع خاضع أد الصلاة أد الصلاة بإتقان وخضوع وإقبال وانكسار لله جل وعلا كذلك النظر إلى غير موضع سجوده يكره وإنت بتصلي أن أنت تنظر للسماء أو تنظر يمينا أو يسارا إنما النظر بيبقى فيه موضع السجود أن ينظر المصلي إلى موضع سجوده ودي من سنن الصلاة التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم ويكره أن يغمض المصلي عينيه أثناء الصلاة إلا إذا كان تغمض العينين يساعد على الخشوع يعني وإنت بتصلي ما تغمضش عينيك طب لو أنت غمضت عينيك لأن تغمض العينين يساعدك على الخشوع لا بأس بهذا إن شاء الله ويكره أن يصلي في ملابس لا تكشف العورة إحنا الصيف هيجي والناس هتروح المصايف ويلبس شرطه فوق الركبة ويصلي ما تنفعش الصلاة فيه لا بد أن تكون ساترا للعورة وناخد بالنا من حاجة مهمة ربنا يقول في القرآن يا بني آدم خذوا زيناتكم عند كل مسجد يمكن أنا قلت قبل كده لا يليق بك أن تقف بين يدي الله بملابس النوم يعني أنت وانت رايح تقاب المسؤول أو مدير أو حد صاحب منصب في الدنيا بتتزين بأحسن الزينة طب ما بالك إذا وقفت بين يدي الله معنى خذوا زيناتكم عند كل مسجد يعني تزينوا لكل صلاة البس أحسن ما عندك وانت رايح تصلي لأن ده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا يكره للمصلي أن يصلي وهو يدافع الأخبثين إيه هم الأخبثين البلء أو الغائط لو الإنسان يريد أن يتبول أو يتغوط فيكره له أن يصلي وهو يدافع الأخبثين روح اقضي حكتك وجدد الوضوء وتوضأ مرة تانية وصلي عشان ما تبقاش مشغول وانت في الصلاة بمدافعة الأخبثين بأن انت عايز تقضي الحاجة صلي وانت خاشع لله خلي زهنك من كل حاجة إلا إنك واقف بين يدي الله جل وعلا عشان تؤدي الصلاة بخشوع وخضوع وإتقال لله جل وعلا كذلك يكره أن يصلي الإنسان وقد وضع الطعام لو الطعام موجود وانتهى تصلي لا أكل الأول وبعدين صلي إذا حضرت العشاء والعشاء فقدموا العشاء على العشاء يعني إيه يعني انتهى تاكل ولسه ما صليتش مثلا العشاء والأكل موجود لا قدم الطعام ثم صلي لأنك لو صليت وأنت جوعان فإنك ستفكر في الطعام طيلة الصلاة يبقى احنا عايزين نصلي ونقف بين يدي الله الذهن خالي من كل شيء إلا من الإقبال بين يديه سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ربنا يرزقنا الخشوع في الصلاة ونصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يقولون فيفعلون ويستمعون فيتعظون ويعتبرون اللهم أمين أشوف حضرتكم إن شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته